موسيقى موسيقى جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم أهلا بكم البداية بالصحف المحلية ومنشتات صحيفة الأهرام خلال اجتماعه بوزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس ورقابة الإدارية رئيس يقول مصر مركز عالمي لصناعة النقل ولوجستيات تحديث خدمات الطرق لتعزيز التنمية وحماية أرواح المواطنين في احتفالية مصار العائلة المقدسة مدبول يقول مصر أرض الأمان وطوادروس يقول غنية بأبنائها ومن منشتات صفحة الأولى ليوم السابع خطط السيسي لتحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعات النقل النواب يوافق على قانوني المزايدات والجمارك وتعديل ضريبة الدخل ويؤكد الحديث عن ضرائب التاركة والميراث أكذوبة المالية تقول 5.7 مليار جنيه للتموين والسكك الحديدية والتأمين الصحية إعلان نتيجة الثانوية منتصف يوليو والانتهاء من تصحيح بعض المواد وأيضا من صفحة الأولى لصحيفة الشروق السيسي واجه بتطوير منظومة تأمين الطرق قرار جمهوري بتعيين محسن عبدالنبي مديرا لمكتب الرئيس ستة تعديلات على نموذج إجابة جيولوجيا الثانوية العامة إنشاء أول مصنع المستنسخات الأثرية صلاح الأغلى في تاريخ ليفربول بعقد جديد طويل الأجل والتجديد حديث الصحافة الإسبانية إلى منشتات صحيفة المصر اليوم مدبولي يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان اليوم مدير البنك الدولي الإصلاح الاقتصادي في مصر قصة نجاح الإدارية العليا تحيل طعون علوات المعاشات لدائرة الموضوع المشاط في احتفالية مصار العائلة المقدسة كنائس مصر خلدت الذكرى العطرة لجنة من الرياضة والمحاسبات لفحص ملف اتحاد الجبالية نقرأ أيضا من صحيفة الوطن البرلمان يعدل ضريبة الدخل إلى 2.5% على بايع وشراء العقارات وأراضي البناء فتح ملف التجارب السريرية تعليم نواب تعقد اجتماعا بحضور غنيم ويعقوب عكاش لمناقشة القانون مصر تستضيف اجتماعات صندوق التنمية المشترك مع سودان وإثيوبيا في عموده بصحيفة الأخبار أكد الكاتب محمد الهواري أن الهيئة العربية للتصنيع حققت طفرة هائلة في الصناعة الاستراتيجية المهمة في مجالات مختلفة لم تكن في مصر مثل محطات الطاقة الشمسية إن الانتاج المتميز للهيئة العربية للتصنيع وأيضا مصانع الانتاج الحربي وضع مصر على درجة عالية في مجالات التصنيع المختلفة خاصة وأنه يتم تصدير جانب كبير من الانتاج إلى الخارج إضافة للاتجاه لمجالات جديدة مثل صناعة الدواء يجب أن نكون فخورين بانتاج بلادنا وندعمه ونروج له لتحقيق تصويق متميز لانتاج متميز أثبت قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية لا شك أن الانتاج الهيئة العربية للتصنيع ومصانع الانتاج الحربي تقود مصر لنهضة صناعية كبرى خلال الفترة القادمة إلى الصحف العربية ومنشتات صحيفة شرق الأوسط أوروبا تكثك شبكة اغتيالات إيرانية جريفث يبدل محاولة أخيرة في صنعاء لإقناع الحوثيين مصالحة بصر شام تقسم المعارضة السورية عون وقع يضعاني خريطة طريق ووقف صدرة النفط من الشرق الليبي إلى منشتات صحيفة الحياة اللندنية عملية بلجيكية فرنسية ألمانية تحبط هجوما إيرانيا على المعارضة صعد مخزن لصواريخ إيرانية الأردن يتجه إلى منطقة آمنة في الجنوب مشروع المصالحة الفلسطينية والسلطة تلمح إلى قرب عودتها إنقاذوا 41 مهاجرا وفقدوا 63 آخرين قبالة السواحل الليبي نقرأ أيضا من صحيفة الخليج الإماراتية مقتل قيادات حوثية بغارة للتحالف في زبيد بالحديدة مصالحات روسيا تقسم المعارضة السورية شهيد وجاريحان برصاص الاحتلال في غزة واعتقاد العشرات بالضفة 18 شهيدا و430 أسيرا في سجون الاحتلال خلال يونيو ورصاص الإسرائيلي يقتل 25 طفلا في 2018 من الصحف الكويتي نقرأ من القابس مؤامرة إيرانية للتفجير في باريس النظام السوري يسيطر على 58% من درعا بعد تفاقيات مصالحة وتصعيد العسكري متواصل المغرب يحبط مخططا داعشيا في أربع مدن لبنان عقد وتصلب في المواقف ولقاء عن جعجع خريطة طريق لتشكيل الحكومة من صحيفة الدستور الأردنية نطالع الجيش الأردنية مندسون بلباس نساء وهويات مزورة بين نزحين قرب الحدود الوساطة الأردنية مستمرة لوقف إطلاق النار واشنطن الإطاحة بالأسد ليست قضية الاستراتيجية استطلاع يقول غالبية يهودية تؤمن بالحل العسكرية مع الفلسطينيين في مقال لها ألقت صحيفة الخليج الإماراتية ضوء على أهمية معركة الحديدة في دفع الحوثيين لجلوسي على مئرة المفاوضات من أجل حل الأزمة في اليمن لا تقص معركة تحرير الحديدة بالمقياس العسكري على أهميته بقدر ما تحققه من انقصار لهيمنة الحوثيين على المدينة بمينائها الذي يعد مفتاح الحل للأزمة الإنسانية التي تستغلها الجماعة لإبقاء هيمنتها على المدينة والميناء بعد أن فقدت السيطرة على المطار إثر نجاح قوات الشرعية والتحالف العربي في استعادته معركة الحديدة بنصرية ليس لأهلها فقط بل ولكل اليمن فتحريرها سيكون البوابة التي ستقضي في نهاية المطاف إلى إنهاء قبضة الحوثيين على العاصمة والمناطق المجاورة وسيكبرها على الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل لحل سياسي بعدما ظلت الجماعات تتهرب منه طوال سنوات إلى الصحف العالمية والبداية من يورك تايمز الأمريكية ترامب ينتقد حلفائه في نيت لعدم زيادتهم لمزانيات الدفاع الرئيس الأمريكي يحذر عدد من الدول الأعضاء في الحلف من بينهم ألمانيا وبلجيكا والنرويج وكندا من نفاذ صبر واشنطن للوفاء بالتزاماتها الأمنية المشتركة مع النيتو محادثة مبكرة تبشر بانفراجة بين ترامب ورئيس المكسيكي المنتخب حول أمن الحدود واتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ونطلع من عنوين الباييس الإسبانية ترامب يذكر رئيس الحكومة الإسبانية أو يذكره بوعد سلفه رخوي بزيارة الإنفاق العسكري في إطار حلف النيتو ويقول أن واشنطن تدفع بالنيابة عن أوروبا بعد العثور على أطفال فريق كرة القدم المفقودين منذ تسعة أيام في كهف بتايلند الجيش يقول أن عملية إنقاذهم قد تستغرق شهورا من الصحف الألمانية نقرأ من ديتسايت على خلفية قرية الهجرة أزمة في الاتلاف على مدار أسابيع انقسام واشيك بالاتحاد وأزمة تلقي بظلالها على الحكومة والنظام الحزبي ليس في ألمانيا فحسب بل في أوروبا بأسرها الحكومة الأمريكية لا تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم والبيت الأبيض يؤكد العقوبات باقية حتى تعيد روسيا شبه الجزيرة إلى أوكرينيا ومن أبرز عنوين لوموند الفرنسية أنجلا ميركل تنقذ حكومتها لكن استمرارها لا يزال على المحك أخيرا المستشارة الألمانية تتخلى عن سياسة ترحيب المهاجرين لكنها لا تزال هدفا رئيسيا لأصعب الطائرات المحافظة وزير الخارجية الأمريكية يزور كوريا الشمالية الخميس لمواصلة المشاورات حول نازع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية إلى صحيفة هارتس الإسرائيلية التي كتبت إسرائيل تشعر بالقلق حيال إمكانية استهداف إيران مسؤولين إسرائيليين بارزين في الخارج خلال الشهور الأخيرة نسبت كثير من الهاجمات التي استهدفت أهدفا إيرانية في سوريا إلى إسرائيل لهذا تتوقع ردا انتقاميا من إيران إسرائيل تمرر قانونا لتجميد أموال السلطة الفلسطينية التي تتفعها لمعتقلها بالسجن الإسرائيلية بدعوى أنهم معتقلون لأسباب أمنية ختم جولتنا الصحفية شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى